الملك المعظم صاحب السمو الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة وسمو الشيخ صباح خالد الحمد لمبارك الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة وسمو الشيخ ناصر لمحمد الأحمد الجابر لمبارك الصباح وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة وأصحاب السمو كبار أفراد أسرة الصباح الكرام في وفاة سمو الشيخ سالم العلي السالم المبارك الصباح رئيس الحرس الوطني رحمه الله وقد رافق سموه في تقديم العزام معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني ومعالي الشيخ سلمان بن خالد بن محمد آل خليفة مدير عام مجلس العائلة المالكة وسعادة السيد صلاح علي المالكي سفير مملكة البحرين لدى دولة الكويت هذا وقد كان في استقبال سموه لدى وصولهم دولة الكويت الشقيقة معالي الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح وزير شؤون الديوان الأميرية اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة